اشتركوا في القناة انا اؤكد ان الحكومة البيلاروسية وعبر لجنة التحقيق شكلت هذه الحكومة ابلغت الخارجية العراقية وابلغت العراق بانه هي شكلت لجنة التحقيق بخصوص المهاجرين الذين كانوا على الحدود البيلاروسية البولندية واغلبهم كانوا من العراقيين يعني كثير من العراقيين وهذه قضية المهاجرين العراقيين الذين يعني علقوا على الحدود البيلاروسية البولندية قضية كبيرة وطولت شهور طويلة من العام الماضي ومعاناة كبيرة وهموم كبيرة وعراقيين بآلاف العراقيين وعوائل عانوا الامرين في تلك الاثناء والبعث منهم ظل عالقا لفترة طويلة جدا في تلك الغابات والمناطق الباردة والحكومة البولونية قوات الحدود البولونية قطعت عليهم الطريق ولا تسمح لهم بالدخول باعتبارهم يعني مهاجرين غير شرعيين ما اعرف بهذا الشكل لكن عندما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية فتحت بولونيا الحدود أمام الأوكرانيين فتحت كل الأبواق واستقبلتهم بدأنا نسمع عن حديث عن أصحاب الشعر الأصفر والعون الزرق هؤلاء يسمح لهم هؤلاء بنوا أوروبا أما الآخرين فلا يسمح لهم ولا نقبلهم وظهرت تمييز في اللون والعرق ولون العيون ولون الشعر مشكلة كبيرة المهم هذه اللجنة التحقيقية البيروسية حققت مع بعض الأسرى من الجنود البولونين بولونين يمكن أن يمسكوهم في أوكرانيا قاتلوا مع أوكرانيا لا أعرف المهم أحدهم اعترف قال أنه جرت عمليات عدامات جماعية وسرية اللاجئين العراقين على حدود بولندا وبلغوا الحكومة البلاروسية بلغت الخارجية العراقية الخارجية العراقية طبعا دورها أعلنت تكتمت على الخبر إلى أن خرج الخبر عن حكومة البلاروسية وإذا بها تعلن أنها شكلت لجنة وأنها تتحرى دقة الأنباء حول تعرض المهاجر العراقي إلى مخاطر وهي تعرف أنهم تعرضوا إلى مخاطر كبيرة وقالت أنه عدنا 3800 مهاجر منا كبير عادة وبشكل طوعي وتحدثت بلغة جملة غريبة عجيبة قالت أن ملف المهاجرين العراقين تصعد خلال العام الماضي بشكل غريب بلد لطارد لأهله بلد لطارد لشعبه يذهبون ليجدوا أي فرصة ليهربوا بأنفسهم ويجدوا بلدانا يعيشوا فيها ويعتبرونها أوطانهم مع الأسف الشديد وزارة الخارجية طبعا العراقية الحالية تقول لا توجد عدل على حدوث إعدامات جماعية العراقية على حدود البولونية مع أن الدولة بلاروسيا تؤكد هذا الموضوع ولجنة شكلت تؤكد هذا الموضوع هناك شهود عيان يؤكدون هذا الموضوع بعضهم اتصلوا في بريطانيا بالسفارة البريطانية وبلغوها بهذا الموضوع يعني شهود عيان شاهدوا هذا الموضوع لكن هذا الوضع في العراق لا يريدون أن يعترفوا بأي مسؤولية عن أي عراقي لذلك يعني الشعب يقولون أنه جئنا بالديمقراطية وجئنا بالحرية وهي أمريكا اللي جاءت في 2003 والنظام جديد وعراق جديد طيب إذا عراق جديد ومزدهر وخير وديمقراطي وحر ليش الشعب يغرب؟ ليش أكثر من عشر ملايين عراقي صاروا مهاجرين وغرباء في كل بلدان الدنيا حتى في الأسكيمة تجد عراقية مع أنه ثقافة الهجرة لم تكن معروفة عند العراقين أبداً قبل 2003 يعني حتى سنوات الحصارة 13 سنة من الحصار من غادروا العراق وذهبوا للعمل عوائلهم كل أغلب عوائلهم ضلت في العراق كانوا يعملون لأن الوضع الاقتصادي سيء كانوا يعملون لكي يستحصلوا على مبالغ يبعثوها إلى أهلهم لتعينهم على قضاء حاجاتهم الحياتية في ظل الحصار أدويتهم وأكلهم وشروبهم لأنه كان الحصار قاسي جداً هذا الذي حصل أما قبل ذلك فلم نكن نسمع أن هناك يعني عراقي يهاجر يعني كنا نسمع من بعيد أن البيت الفلاني لديهم أحد أقاربهم معرفين هكذا يعني ثقافة الهجرة لا يعرفها الشعب العراقي وهذه حقيقة بعد 2003 صارت ثقافة الهجرة العراقي جزء أو ظاهراً ظواهر المجتمع العراقي وكل الاستفتاءات والاستبيانات التي أجريت على الشباب في الفترة الأخيرة من قبل معاهد كثيرة يعني كثيرة متخصصة في هذا الموضوع ومنها ما أحد قالوا لقياس الرأي وقياس ووصلوا إلى نتيجة أنه غالبية الشباب العراقي أول أمنية له أن يغادر العراق أن يجد طريقة للهجرة من العراق كثير من العراقيين ماتوا في البحار بحر الأبيض المتوسط وغيرها وعوائل وأطفال لكي يصلوا إلى بلد آخر ويعيشوا يريدوا أن يجدوا مساحة يعيشوا بها بحرية بأمان وأمن وأمان هذا البلد غير آمن هكذا هكذا يتصرفون فلذلك لا هذه الحكومة ولا غيرها تعترف بهذا الموضوع ولذلك تنكر الخارجية العراقية تنكر هذه الاعدامات مع أنه مواطنين عراقيين وهذه في كل دول الدنيا إذا ما يعني مواطن واحد في أي بلد تعرض إلى أي حادث معين تقوم الدنيا ولا تقعد وزارة الخارجية تجند نفسها كلها والحكومة تجند نفسها للوقوف مع هذا المواطن إلا في العراق إلا العراق هذه المصيبة يعني حكومة تبلغكم بلاروسيا تبلغكم أن هناك أعدامات وهناك اعترافات عليه يقولون لا أدله لا توجد أدله ما عندنا أدله ويردون يعني يرقون هذا الملف لكلا هي أتحدث به أحد ومرة أخرى هو السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحول العراق إلى طارد إلى أهله طارد لهذه الشباب الجميل طارد للعوائل طارد وإنهاناتهم في هذه الغابات والموت والبرد والأذى والسوء والإهانات والضرب واستخدام السلاح ضدهم في كل تلك الفترة تعرضوا لها وقالوا فيها وقدموا شهادات فيها ومن تقول الحكومة والخارجية تقول لتلاف وثمانمئة عادوا طوعا بشكل طوعي هؤلاء أجبروا لأنه ماكوا فرصة إما الموت أو العودة فاضطروا إلى العودة والكثير منهم قابلوهم بعد عودتهم قالوا لو سنعت لك الفرصة مرة أخرى هل ستذهب قال نعم سأذهب هذا واقع الحال وهذا واقع حال المواطن العراقي ومع الأسف الشديد أن يصبح المواطن العراقي حقيبته بيده وينتظر أي فرصة ليركب أي وسيلة لتوصله إلى أي بلد آخر ليعيش فيه ليذهب إلى المجهول بعيدا عن بلده مع الأسف الشديد ووقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استوليكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة